بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبقا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الوادفة قلوء يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئن لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالسهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوا اذهب إلى فرعون إنه ضغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه لا يتنكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طرى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أين مرساها فيما أنت من بكرها إلى ربك انتهاء إنما أنت منذر من يرشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبقا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة كلوء يومئذ واجفة أبصارها قاشعة يقولون أئن لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذن كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالسانرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوا اذهب إلى فرعون إنه ضغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأرى أقول لا يتنكب فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذهم الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طرى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أن ينمرسها فيما أنت من ذكرها إلى ربك انتهاء إنما أنت منذر من يرشها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الوادفة كلوء يومئذ واجفة أبصارها قاشعة يقولون أئن لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاصرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالسانرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس إذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه لا يتنكب را فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طرى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أن ينمر فيما أنت من بكرها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يرشها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر